على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وإثناء وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله آجله وعاجله والشهود حضور على ذلك والله خير شاهداً ووكيل هاً والورادي حسب إن استخرت الله العظيم وقبلت الزواج منك وقبلت الزواج منك على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا آجله وعاجله والحضور شهود على ذلك والله خير شاهدا ووكيل ألف مبرو الله يباركي الفضالي لو سمحتين دينا أمضي فينا تفضلي توقيعك يا شيف ألف مبرو تفضلوا يا جماعة ده رزب لبن من اللي وص عليه لكمان تفضل تفضل يا مولانا تسلم إيه دك مجادة بالعدام بسم الله يا رحمة وعند الروحيين طبوي يا شك حسن استأذيتنا بقى طيب استناني يا مولانا أنا جاي معاك لا تعمل تسلموا عليكم تفضل يا شمو مبرو كسير الله يبارك فيك يا رب معلش يا حبيبكي أنا هنزل ووصله عشان أنا ننزل من بيده واتعبه مش هتأخر منك الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات فلندعو لهما جميعا اللهم بارك لهما هامين اللهم بارك عليهما هامين اللهم مجمع بينهما في الحلال هامين ألف مبروك يا عروسة ها الله يبارك فيك شمو مبروك يا شيخ حسن الله يبارك فيك يا مولانا ما تتفضلوا مين ده يا شيخ حسن روز دي باللبن برضو من اللي وصل عليه لقمان لا المرة دي عشورة ومالو يا سيدي كلها نعم ربنا بقولك يا شيخ حسن أنا عايزة بتاعد المباني العشورة وباني الرزة بلبن يعني معلقة من هنا ومعلقة من هنا مش معلقة من هنا ومغرفا هناك واي دمك زي العسر طيب استأذننا بقى طيب استنانا يا مولانا أنا هنزل لوصل حضرته السلام عليكم وعليكم السلام بتوصل مين بقى يا حسن بقولك الراجل نازل مخصوص عشان يكتب لنا فمش معقولة يعني يا سيدي ويروح لوحده نازل مخصوص ايه ما هو يروح لوحده يعني معقولة توصله وتسهمني أنا مسافة السكة وراجع بعدين احنا تجوزنا قبل جدا وانت ليه بتتعاملي يعني على أساس ان هي ليلة الدخلة انا مش فاهمة يعني يعني اللي انت بتعمله ده اسمه ايه ده اسمه زوء وواجب الراجل جالنا مخصوص من آخر الدنيا جاي من آخر الدنيا يعني جاي مسافر تقوم تنزل تسيب عروستك يوم فرحك ديان بعد العيد ما ينفتلش كحك ايه ده يعني ايه يعني ايه كلام ده حسن يعني احنا نجوزنا قبل كده وده بس اشارة عالية الجواب فاتصرفي عادي يعني وما تقوليش ان ده يوم جوزنا كده يا حسن؟ ما تزعليش يا قلبك حسن انا هنزل بقى عشان الناس مستنيها تحت ولا ترضي يقولوا على جوزك قليل زوء لا طبعا كلك زوء حسن تب تلبس؟ اه تلبس خروك؟ ايوه مش بصدقك يا حسن سيبني واخرج بعد اول يومين جواز؟ يا حبيبتي لازم تعرفي في الاول ان احنا مش متجوزين جواز تقليدي عشان تعودي تقوليلي بقى لنا يومين وازاي تنزلوا الكلام ده ثانيا يا رحالبي انت متجوزة رجل داعي يعني زي زي الدكتور مليش موعيد شوبي يعني ايه؟ يعني انا مش ملكك لوحدك ولا بتاعك لوحدك انا بتاع ربنا وربنا بقى قالك تسيب مراتك في نص الليل؟ ربنا قال للزوجة ان هي الطيابوزها عشان طعتك ليها هي اللي حتدخلك الجنة في الاخرى انا عايزة ادخل جنتك في الدنيا قبل ما ادخل جنت ربنا في الاخرى يا حسن يعني ايه يا خوخة؟ انا عايزة اتهنى بك يا حسن اخوخة لازم تعرفي كويس ان انا متجوزة دعوة وانا مليش دعوة انا مراتك وليه حق عليك طيب انا نازل دلوقتي يا عايزة حاجة نازل رايح فيه نازل عندي درس درسي صار 11 بالليل يا مولانا اه 11 بالليل بعد قيام الليل والتهجد السلام عليكم حبيبي حمد الله على السلامة وحشتيني وانتي برضو وحشتيني يوم بس الله عليك اللي انت عاملها اه ايه رأيك؟ عجبتك؟ اللي عجب اللي انت عاملها ده يعجب البشوات انا بس قلت يا حسن احنا بقلنا كتير ما عدناش قادر ومانسية كده مع بعض قلت عاملك بفجأة والله يصدقيني احنا بفجأة بس على شرط كل يوم انا لا كل يوم مش هينفع بقى انا كل يوم اروح لك وفير وات تكلفة اوفر يعني وماله ضايد وبعدين حاجة تانية علشان بس ما تحسش ان انت امر كده وانا هموتا عليك فتروح عينك رايح على الوحدة تانية وكده وتزوغ هو بزمتك حابدي يبقى عنده الامر ده يبص لحدة تانية حسن انت كده تبقى تكسبني بس قولي هنا انت اتأخرت لي بقى على فكرة انا كنت هموت مجوع معلش يا حببتي بس النار لك انا عندي شغل كتير قوي وفتاوة كتير قوي بس انا ما صدقت خلص وجيت للجارية على طول فتاوة؟ والفتاوة دي بقى كتل الستات وعا تكون بصيت لحد فيهم لا طبعا حاشر من الله طب في حد بصلك مخدتش معلي صراحة مش هارفة لي يا حسن مش بصدقك هو انا عمريك جبت عليك لا يا حسن بجد عمرك ما جبت عليك طيب يبقى خلاص يعني بتحبني بجد يا حسن؟ ده انا بموت في التراب اللي انت بتمشي علي ايه الكلام الحلو ده؟ تسلم لي يا رب تسلمي بأنتي؟ يا أحلى زوبة في التنيا دي كلها يا حبيبي بقولك اي حسن؟ تقود غير هدومك؟ ولا ناكل على طول؟ لا بصي احنا هناكل على طول بس على شرط انا النهاردة مش همدي ايه في الاكل انت هتأكليني الاكل بجد؟ طب ليه؟ عشان كده هيبقى طعم الاكل احياني دي يا حبيبي انا بصي حبيبي انا كل يوم هعملك مفاجأة فضيع دي ومش مهم اكلف نفسه وروح انتو كفر مش عاديا بس علشان اسمع الكلام الفضيع ده عارفة ايه احلى مفاجأة في الدنيا دي ايه يا حبيبي؟ انت انت احلى مفاجأة في الدنيا كان ربنا تخبيها ليه؟ انا بحبك قوي يا حسن وانا بموت فيك يا روح قلب وعمل حسن مش هناكل بعمل اه يلا اخوخة انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه؟ بتعمل ايه هنا يا شخاص؟ بتدي درس الدين؟ ولا معتكب في شقة مفروش؟ انزل انت دلوقتي وانا هعصلك وافرحنك على كل حاجة طيب مش تقولي تفضلي؟ مش اكرم تضيف واجب برضو؟ ولا ايه؟ لا انا مش ضيفة ده امراتك ايوة ما تهدي شوية وطي صوتك ليه؟ وطي صوتي ليه؟ خايف من ايه؟ احنا اتفقنا ان الجواز ده يبدل سرن وانت كده هتخلي الجران تعرف جران؟ لانا هخلي الدنيا كلها تزمي لانا هفضحك في كل حد يا خوخة استهدي بالله ويلا ننزل وانا هحكيلك على كل اللي انت عايزاني لا ننزل فين؟ لانا عندي كلام كتير قوي عايزة اقوله اصلا عايزة فتح النبي يا شيخ حاسم هو ايه بقى حكم الدين؟ فاعقب الشيخ الزاني تصدق ان انا مش هرد عليكي لان الكلام ده مايتردش عليه اصلا صاهر ان ايه بتتجنب دي؟ تصدق ان انت خسرة حتى تفوفشة فين اتجربوها بتاعتك؟ فين اتجربوها الزبالة بتاعتك يا فين؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ تبتعلي صوتك كده ليه؟ تي مش عارفة ان البيت ده ليه اصوله؟ اصول؟ اصول يا عره يا زبالة يا المامة قلتلك ما تهدي بقى يا خوخة وانا هفهمك على كل حاجة؟ فهمني ايه ما فهمت خلاص؟ فهمت هي ضربك تحجيبة وقعدة على المكتب وانت ضرب السبحة والدقل وكسب في كسب في كسب احترمي نفسك وشوف انت بتكلمي مين؟ انا مش راضي ارد عليك عشان حسنتي واقف حسنتي؟ ما اسمك حسنتي؟ يا عينة الرجالة؟ اسكتوا انت يا بيان وانت بقى انا هفهمك على كل حاجة واحنا مروحين ايه؟ اتروحي يا حبيبي واحنا لسه قادنا مع بعض زي كل مرة؟ كل مرة؟ انت بتخدني بقىلك ادي يحاسن؟ مياني! قلتلك بطلي استفزاز بقى الله ليه يحاسن؟ ليه يحاسن ان قصرت معك فايه؟ دي؟ ليه يحاسن؟ ليه؟ لانا حباتك وإديتك كل حاجة كل حاجة يا حسن إديتك كل حاجة كل حاجة يا جماعة بس كده عيب ما يصحش ما يصحش؟ وهو ده لي صح؟ وهو ده لي صح يا شيخي بتعرف بينا؟ اللي بتعرفشو ربية؟ مت؟ طلعي وره بسرعة بدل معرفك ما امك ورجعك لأصلك الواطسي واطسي، واطسي يا بنت الواطسي والنبي لاوريكي، تعالي هيرك ياهر ما هذا السود؟ انت قتلتيها